أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا سائن يقول إذا سلم المسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه هل يستقبل القبر وهل يرفع يديه عند السلام أن يشير بهما؟ نعم يستقبل القبر لأن هذه عادة المسلمة لا تسلم على أحد وانتم تاركه وراء ظهرك هذا من سوء الأدب والجفة أنت تستقبل القبور عند السلام عليها قبر الرسول وصاحبيه سائر القبور قبور المسلمين تستقبلها لأن هذا عادة السلام أما رفع اليدين فلا ترفع اليدين نعم إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة